الحمد لله عبد العالمين والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه وعسله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين وبعد فعندما نتحدث عن الكليات الست فإننا نؤكد أن الحفاظ على النفس أحد أهم هذه الكليات بإجماع أهل العلم من الفقهاء والأصليين وسائر العلماء قديما وحديثا وعندما حرم الإسلام قتل النفس حرم قتل النفس على إطلاقها فقال سبحانه من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا فقال سبحانه أنه من قتل نفسا سأقتل نفسا مؤمنة أم قتل نفسا كافعة قتل نفسا حرة أم قتل عبدا قتل عجلا أم قتل مرأة فحفظ الله النفس الإنسانية على إطلاقها ويقول سبحانه في صفات عباد الرحمن والذين لا يدعون مع الله إلها آخا ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك هلق أثاما ليس إثما واحدا أثاما مضاعفة يضاعف له العذاب يوم القيامة ويقلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم ويقول سبحانه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم اجتنب الموبقات أي المهلكات السبع قال وما هن يا رسول الله قال صلى الله عليه وسلم الشرك بالله والسحع وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الضباء وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقزف المحصنات المؤمنات الغافلات وعن سيدنا أنس بن ملك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكبر الكبائر الإشعاك بالله وقتل النفس وعقوق الوالدين وقول الزور ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال المؤمن في فسحة من أمر دينه ما لم يصب دما حراما ونزع صلى الله عليه وسلم يوم من الكعبة فقال أياتها الكعبة ما أعظمك وما أشعافك وما أعظم حرمتك عند الله ولكن دم المؤمن أعظم عند الله منك وهو القائل صلى الله عليه وسلم في خطبته الجامعة في حجة الوداع أيها الناس كأنه يقول أعروني أسمعكم اسمعوا وانتبهوا أيها الناس في أي يوم هذا قالوا في يوم حرام في أي بلد هذا في بلد حرام في مكان حرام أيها الناس إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ويقول صلى الله عليه وسلم لزوال الدنيا بأسرها أهون على الله عز وجل من دم مرئ مسلم يسفك بغير حق ويقول صلى الله عليه وسلم لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله في النار ويقول صلى الله عليه وسلم من شرك في دم حرام بشطر كلمة بنصف كلمة أعان فقط حرد فما بالكم بجماعات التحريض والفتنة والشر والبغي والإفساد التي تحرد على القتل وسفك الدماء ليلة نهار لا تألو على خلق ولا دين ولا وطن ولا إنسانية يقول نبينا صلى الله عليه وسلم من شرك في دم في دم حرام بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم أوصنا فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فمن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة بملء كفه من دم آقه فليفعل أي أن الدم الحرام يحول بين صاحبه وبين الجنة ولم يكن الإسلام متشوفا أبدا أو متعطشا إلى الدماء بل إن مهمته هي الحفاظ على الدماء حتى في الحرب فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي أصحابه فيقول لهم انطلقوا باسم الله وعلى ملة رسول الله لا تقتلوا شيخا فانيا ولا طفلا ولا صغيرا ولا مراءة ولا تغلوا وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين ولم أمراءة كافرة مسنة مقتولة قال صلى الله عليه وسلم من قتلها ما كانت هذه لتقاتل مما يؤكد أنه لا قتل في الإسلام على المعتقد قط فقد ضمن الإسلام حظية المعتقد حيث يقول الحق سبحانه وتعالى لا إقعاها في الدين قد تبين الرجل من الغي وإنما القتل دفع للعدوان ودفع للإعتداء بدليل قل من قتلها ما كانت هذه لتقاتل ولو كان القتل على المعتقد ما قال نبينا صلى الله عليه وسلم ذلك ودعا إلى الحفاظ على النفس بغض النظر عن الدين أو اللون أو الجنس أو الحضية أو العبودية فعن سيدنا عبد الله بن عم رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهداً لم يرحى إحة الجنة وإن رحها توجد من مسيرة أربعين عاماً ومفهوم عهد الأمان في القديم في السابق في فقه يعادله عهد المواطنة وحق المواطنة وتأشيات الدخول وتأشيات الأمان فكل مواطن له حق المواطنة وله حق الأمان في دولته وكل من دخل بلدنا زائعاً أو سائحاً أو دبلوماسياً أو مقيماً طالما دخل دخولاً صعياً بالإذن المعتبر فله حق الأمان وهو حق أمان لنا وحق أمان علينا عندما يسافر الإنسان إلى دولة أخرى فالتأشيات كما أنها أمان لك في الدولة التي تدخلها فهي أمان عليك أن لا تسئ إلى آلهة وأن لا تفسد وأن لا تبغي وأن لا تظلم وأن لا تخالف قوانين الدولة التي استقبلتك سواء أكنت في دولة ذات أغلبية مسلمة أم في دولة ذات أغلبية غير مسلمة ولعظم النفس الإنسانية حرم الإسلام أن يقتل الإنسان نفسه وجعل جزاء من يقتل نفسه كمن يقتل غيره فقال سبحانه وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ أَحِيمَةً خالدًا مُخَلَّدًا للمطر أكل الميتة أو أكل أو شرب ما يحفظ عليه حياته حتى لو كان من المحرمات فقال سبحانه إن ما حرم عليكم الميتة والدمة وَلَحْمَ الْخِنْزِيَيْهِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيَرِ اللَّهِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيَرِ اللَّهِ فَمَنِ اضطُرَّ غَيَرَ بَاغٍ وَلَعَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ وَنَاهَ حَتَّى عَنْ مُجَرَّدِ الطَّرْوِيعَ فقال سبحانه إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادة أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفع من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم فالمسلم الحقيقي من سلم الناس من لسانه ويده والمؤمن الحقيقي من أمنه الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم ولا يكون مؤمناً حقاً إلا إذا أمنه الناس على دمائهم وأموالهم هكذا أحاط الإسلام النفس البشرية بسياجات واسعة من الحفظ دون أي تمييز على أساس الديني أو اللوني أو الجنسي أو العرقي أو اللغة فكل الدماء مصانة ومحفوظة في إشار الله الحنيف نسأل الله أن يرزقنا حسن الفهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سال الدماء شهيدنا إيمانا سال الدماء شهيدنا إيمانا وتفرقت في العالمين أمانا سال الدماء شهيدنا إيمانا سال الدماء شهيدنا إيمانا ترجمة نانسي قنقر